بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضركم جميعا في قناة بنورما للأعمال الخشبية ياريت قبل اي شي احباب ما تنسونيش في اللايك تنسونيش تعملوا لايك للفيديو لانكوا بتعلقوا ما بتنسوا اللايك اللايك مهم جدا زي مهاركوا عارفين واللي لسه ما اشتركش يشترك بردو ويدعمنا بالاشتراك معانا النهاردة بار بار 150 سنتي كلاسك زي مهاركوا شايفين كده البار 3-4 درج من النص وضلفتين يمين وشمال والبروز بقى شكله جميل جدا ما شاء الله زي مهاركوا شايفين طبعا معمول دوكو فرن ابيض في اسود دوكو الفرن طبعا زي مهاركوا عارفين بي باسبت في الالوان بيتغيرش ومعمول له قرصة فوق غير القرصة يعني ده قرصة تانية فوق القرصة اللي فوق وغدا شكل دوران زي مهاركوا شايفين كده وعليها الازاز طبعا باينة من عجان باين معمول له رجلين مرفوع عن الارض علشان الرطوبة وعشان الماء والتسيئ وده معظم الشغل الكلاسيك اليومين دول اللي بتعمل كده البارو ما شاء الله شكله كميل جدا ومخدوم معمول له شكله بسيط جدا فيش فيه كلكع الادراج زي مهاركوا شايفين كده بكل سهولة مدهونة من القلب جوه لكيه مش شطبة لكيه زي مهاركوا شايفين كده شايفين اللمع الدرج من جوه مش شطب لكيه عشان يبقى مضيف جدا لوها في اي شيء يتمسع تشطب عالي جدا زي مهاركوا شايفين ده الدرج بكل اريحية خالص بيشتغل معينه معمول على خشب مش معمول على عجلة سحاب ورغم ذلك مرتاح ده الموابض النيكل برضو اللون فضي جميل جدا القلب زي مهاركوا شايفين قلب الدلفن جوه مش شطب تشطب عالي جدا شايفين اللمع وشايفين الخدمة واخد معجون مش مجرد لكيه بس لا واخد معجون شايفين الضي بتاع الباربين في القلب اهوات برضو كالعاد عاملون له وردة عشان المقبض مايهربشي المقبض مايتقلعش فيدك مع الايام لا معمول له سامولة وتحتها وردة وده ملقاط ملقاط حادث جدا مش الملقاط المعتاد ده يعني بيمسك الضلفة زي الحديد وده افضل من الكاولين لان الكاولين معظم هالوقت في السقصيني فبتبص بسرعة لكن الملقاط ده جميل جدا وزي الحديد بيمسك الضلفة زي الحديد ده الوردن على بعض شايفين الجمال وشايفين ها صور هالكو برضو في الشقة ده البار في الشقة اوان لما ودناه عند العريس طبعا الاضاءة بس انكت مش كويسة يعني مجاش ظاهر اوي طبعا جميل بار جميل جدا وشكله حلو وبسيط يعني اجمل ما فيه ان هو بسيط يعني فيش فيه كلكع كتير ولا شغل بهرجة كتير الادراج مرتاح جدا نايا الادراج زي ما قلت لكم مش رطبة اشتبعني وده الضلف طبعا هو طلب الزبون يعني كان هو الزبون اللي طلب اللون ده يعني ما تنسونوش في الله يا احبابي واكتبوا لنا في التابع